ألمانيا تعارض إمداد أوكرانيا بالأسلحة صرحت بهذا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية DPA وأكدت الوزيرة أن توريد الأسلحة لن يجلب مزيدا من الأمن والاستقرار لأوكرانيا مشيرة في الوقت عينه أن لذى برلين وحلفائها خطة عمل في حال غزت روسيا الأراضي الأوكرانية أوضح كل من دول مجموعة السابع والاتحاد الأوروبي أن المزيد من التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكا لسيادة أوكرانيا وسيترتب عليها عواقب سياسية واقتصادية خطيرة ضد روسيا أولوياتنا الآن هي منع المزيد من التصعيد لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الدبلوماسية في إطار ربعية النورماندي وكذلك من خلال مجلس النيتو وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اشتركوا في القناة